أعوام عديدة مرت على برنامج الشراء الخليجي الموحد كانت حافلة بالإيجابيات وتطورات خاصة في سنواته الأربع الأخيرة حيث حقق نجاحات كبيرة في تأمين الأدوية واللقاحات واستخدام أحدث الأجهزة الطبية حتى أصبح البرنامج يشار له بالبنان من قبل دول المنطقة برنامج الشراء الموحد الخليجي هو برنامج عريق بدأ منذ حوالي 41 سنة بالتحديد في فبراير 1976 ميلادي تكمن أهمية البرنامج في توحيد جهود دول أعظام مجلس التعاون الخليجي في تحديث أدلة مناقصات الخليج عموما من أدوية وأجهزة ولوازم طبية وتكمن الأهمية الكبرى في تخفيض الأسعار في الوفورات المادية وقد حقق البرنامج نجاح كبير على مستوى دول الخليج في تخفيض الأسعار وفي توحيد أدلة مناقصات الشراء الموحد الخليجي عقد الاتفاقات وإبرام الصفقات مع الشركات المواردة للأدوية وتوحيد أسعارها خليجيا يعد أبرز أهداف هذا البرنامج الذي لا ينفك عن تقديم ما هو جديد في مجال الصحة والرعاية المجتمعية منذ سنوات عديدة اتفق أصحاب الجلال والسمو قادة دول المجلس تعاون على توحيد الأسعار دول المجلس تعاون ليكون أرخص الأسعار والحمد لله تم تفعيل هذا القرار بحيث أن يكون الدواء واصل الميناء الذي يسمونه CIF Price يكون واصل الميناء نفس السعر والحمد لله هذا أمر مطبق وحسب السنوات الماضية بل كويت نزلنا تقريبا حوالي أكثر من 3000 منتج نزل أسعارهم من 5 إلى 85% من السعر الأصلي أسعار أدوية بمتناول الجميع وتطوير المنظومة الصحية ليكون العلاج وفقا للمعايير العالمية أهداف يتبعها برنامج الشراء الموحد الخليجي لوصول الأدوية والعلاج لجميع أفراد المجتمع بأقل الأسعار مع ضمان جودتها وسلامتها حسين الصائغ لتلفزيون المجلس